بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد أحباب مع درس التمثيل بالأعمدة للصف الخامس الابتدائي تمثيل بالأعمدة يعني زي ما احنا شايفين كده بيبين لي الأشياء عن طريق أعمدة رسم يبين لي أعمدة يستعمل التمثيل بالأعمدة للمقارنة بين البيانات مقارنة بين بيانات باستعمال أعمدة ذات أطوال مختلفة لتمثيل القيم المعطة يمكنك تفسير البيانات الممثلة بالأعمدة بسهولة ما الطول الأكثر تقرارا يمثل العمود الأطول الطول الأكثر تقرارا شايفين أكثر واحد هو 145 هو أطول واحد تمام هنا لو سألني بالنسبة ل هذه الأسئلات هتكون الأسئلة سهلة جدا ما الصنف الذي حصل على أكبر عدد الصف الذي حصل على أكبر عدد من البطولات من الخامس لأنه شايفين أطول واحد هو الخامس اللي هو ده شايفين ده اللي هو أطول واحد يبقى ليه الخامس طيب ما الصف الذي حصل على ثلاث بطولات بطولات الرابع لا يوجد مكتوب ثلاثة ولكن معروف أنه بين اثنين و اربعة يبقى ثلاثة كم تزيد بطولات الصف الخامس عن الصف السادس الخامس كم تمانية والسادس ستة يبقى اثنين يبقى كم اثنين اقوله بطولتين 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 كم بطولة حصل عليها الصفان الثالث والرابع معاً الرابع ثلاثة والثالث خامسة يبقى ثمانية اكتب جملة تصف البيانات في هذا التمثيل مثلا اقول ايه اه عدد جميع البطولات التي حصل عليها الطلاب هو اول حاجة ايه ستة ستة وتمانية اربعتاشر اربعتاشر وتلاتة سبعتاشر سبعتاشر وخمسة اثنين وعشرين اقول له اثنان وعشرون بطولة تبقى انا كده عملت له حاجة يسمى ايه جملة بتصف البيانات جملة بتصف ليه البيانات وعاوز اكتب تصف البيانات في هذا التمثيل ده مثال يعني اقول له اي شيء تاني اقول له مثلا الصف الخامس يزيد على الصف الرابع مثلا بايه بخمسة بطولات كيف اعجبت على السؤال الرابع اقول له جمعت جمعت بطولات بطولات الصف الثالث و الرابع جمعت بطولات الصف الثالث و الرابع جمعت نرى كم من الطالبات التي حصلنا على الدرجة نفسها. نرى الطالبات التي حصلنا على الدرجة نفسها. أول واحدة هو هدى. ثم من هو هدى؟ رهف. ومن هو رهف؟ ريم. ترى كده يبين لي من خلال الرسم البياني. ومن كمان في اثنين تنين. فوق مونة. دول الطالبات التي حصلنا على الدرجة نفسها. هدى وراه فريم. دول خدهم درجة ستين. وعندي كمان مونة ومشاعل. مونة ومشاعل. دول حصلوا على درجة كمان؟ مية. دول خدهم مية. دول خدهم ستين. دول خدهم نفس الدرجة ودول نفس الدرجة. كم تزيد درجة هيى على درجة سمر؟ نحن نقول سمر. سمر ثمان. سمر ثمان. سمر ثمان. سمر ثمان. 1.240 ناقص 80 1.340 ناقص 80 سوف نقص منها كم ؟ 80 سفر اخذت منه صفر اوه الصفر والا 14 سوف نقص منها 8 يفضل 6 اوه 60 كم تنقص درجة ريهم عن درجة مشاعر؟ فينك يا مشاعر؟ 100 100 مشاعر 100 ورهم؟ رهم 60 يبقى ماياه 60 اخذنا 0 سوف نقص منه صفر وبعدين 10 سوف نقص منها 6 يبقى 4 40 من الطالبات الان مجموعة درجاتهم يساوي 22 مجموعهم يساوي 220 لو انا قلت نجرب دي محتاجة تجريب لو انا قلت مية واربعين وثمانين ونجرب كده مية واربعين وثمانين سوف يتلاقوهم ونجرب كده ونجرب كده هذا صفر وصف هو الصف وبعدين 4 وثمانية واثناشر اتنين ومعايا الواحد وحطته على الواحد هنا بقوا اتنين يعني طلعت كام؟ 220 22 يبقى منهم الطالبتان يبقى هيا وصمر أو ما يقول لكم هيا وصمر ويسأل على اسمائهم انا قربت الاول لقيت الرقم دوتي هو المناسب اقول له هيا وصمر الطالبتان المجموعهم ووضح كيف عرفت الإجابة عرفتها عن طريق الجامعة اول خمنت ثم جمعت عن طريق الجامعة خمنت ثم جمعت تمام؟ نذهب للسؤال اللي بعده هل شاهدت تمثيلا بالأعمدة خارج غرفة الصف صف البيانات التي يعرضها التمثيل ده اي حاجة بقى لماذا يكون التقدير ضروري احيانا عند قراءة البيانات التي يعرضها التمثيل بالأعمدة اقول له مثلا عندما عندما تكون تكون البيانات كبيرة وبها أجزاء من عشرة أو أجزاء من مئة أو أعداد بعيدة عن عشرة و مكوناتها يعني مية عشرين يعني و عشرين و ثلاثين كده خمسة وعشرين ثلاثين كده من تقريب تقريب يكون أفضل هل ستصبح كراءة البيانات في التمثيل المخصص للأسئلة من سبعة إلى عشرة أسئلة أسئلة إذا اخترت الرجل المحوى الرأسي بزيادة مية كل مرة أقول لا لا تمثيل مخصص للأسئلة تعال هنا يقول زيادة مرة كل مرة أقول لا لا الأفضل زيادة عشرة كل مرة لا لأكلنا فيها الوقت اللي هي بتاعت الأولاد الدرجات هل ستصبح كراءة الميانات المخصص من الأسئلة سبعة إلى عشرة شوف اللي هي هنا عشرة عشرين أربعين ها لا الأفضل كاننا نزود عشرة كل مرة لأن لو عملت بالمية لا ستنفع يبقى الأحسن أعملها بالعشرة لبدا كان السؤال الدرس بتاعنا اللي هو التمثيل بالأعمدة وده كان اسمه استعد